يعد مرض الهيموفيليا أثراباً وراثياً يفتقر فيه المصاب للبروتينات وهي ما تسمى عوامل التخثر ويسبب سيولة الدم مما يؤدي إلى النزيف المفرطة ويعاني الأشخاص المصابون من النزيف في الدم في المفاصل والانتفاخ ما يؤدي إلى الإحاقة مرض الهيموفيليا هو مرض يعني يصيب الإنسان وراثياً أولاً ينتقل يعني عن طريق الأم اللي يعني ظاهرياً ما تباشي الإصابة عندها وتقيس أغلبية يعني الأحيان هي الولد اللي يصاب بهذا يعني هذا المرض هذا المرض موجود في الجينات يعني التعال الإنسان وفيه خلل في ما يخص يعني تخثر الدم ويتم تشخيص مرض الهيموفيليا عن طريق فحص الدم وزارة الصحة أحصت بالجزائر 1850 حالة حادة وأقرت إجراءات استثنائية لفائدة الأطفال المصابين الآن يعني المعطية الجديدة اللي يعني تطبق عالمياً هو أن نوضع هذا المصاب بمشكلة التخثر في الدم يعني تحت هذا الفاكتور العوامل تحت التخثير بصفة منتضمة مثلاً مرتين في الأسبوع لمدة يعني كل الحياة تتاعه أو حتى يعني يصير إلى سن مبكر وهذا لتفادي كل هذه يعني النزيف وتمكن البروتوكول العلاجي الذي أقرته الحكومة في التقليص من عدد الوفايات المتبطة بمرض تخطر الدم الهيموفيليا والذي يتمثل في حق العوامل تخطير بروكسي لاكسي المستشفيات تعنا قاموا بتجربة يعني لفابلو دوز تاع الفاكتور وشافوا أن هناك نجاحة هناك تجاوب وهذا ما يمنعش أن يعني لدوز نقدر نقومنطوها وندبطوا أشاك كمستشفى بنيمسوس اللي هو يعني كما قلوا مرجعي في مقص التكفل بالمصابين بالهيموفيليا هو اللي قام بهذه الطريقة مدة عشر سنوات وعطت نتائج مرضية وزارة الصحة وفي تعليمتين موجهتين لوزارة التربية من جهة والمؤسسات الصحية العمومية من جهة أخرى أمرت باتخاذ إجراءات استثنائية لفائدة الأطفال المصابين بالهيموفيليا والتي تتطلب المتابعة الدورية وبانتظام مع التشجيع على العلاج المنزلي لتجنب مضعفة هذا المرض التي كثيرا ما تؤدي للإعاقة أو الوفاة ترجمة نانسي قنقر